الدين هو المؤامرة وليس الجهة التي تتعرض لمؤامرة ليس هذا في حسب بل أن فكرة الله هي مؤامرة أيضا ووضعها رجال الدين بالتعاون مع رجال السلطة أهلا بكم أصدقائي وهذا الحلقة الخاصة حول موضوع الدين باعتباره مؤامرة وليس باعتباره جهة تتعرض لمؤامرة أتمنى أن أسمع رأيكم وأيضا اعتراضاتكم على هذه الحلقة خاصة أنها ستتناول قضايا عميقة جدا كما أزعم وتمس جوهر أو منطلق معظم أفكارنا التي نادرا ما نبحث ونغوص في تلافيفها وأصولها السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته معكم منصور الناصر هذه الحلقة كما قلت هي حول موضوع أن الدين هو المؤامرة وليس شيئا آخر كلنا نعلم بأن الدين له صلة بالدولة ولكن أي دولة نقصد دائما نقول أن الدين هو الدولة لكن بالمعنى القديم الدولة بالمعنى الحديث هي الدولة الحديثة لكن هذا الدين كان في الصور القديمة هو الذي ينقوى على كل شيء وتطلق كلمة الدين والإله على هذه الدولة يعني أشبه بالدولة والعلم العلم هو الله أو الإيل أو يهوى أو أهورا مزدى أو بعل أو ديموزي أو أشتار المهم هو رمز الدولة أو رمز الجماعة البشرية كان هذا الدين هو المناظر للدولة ومثلما الدين يتعرض إلى الدولة تعرض إلى مؤامرة الدين كذلك يتعرض إلى مؤامرة لكن بحقيقة الدولة لا تقوم بدون مؤامرة والدين كذلك الدين هو الذي يحيك المؤامرات التي لا أول لها ولا آخر بل إنه من أكبر يعني من فضيلة يعني أفضل أول ميزة من ميزات الدين هي أن يكون أن يجيد حياكة المؤامرات وقولبة الجماهير وتجينهم وتغريضهم فبالتالي هذه وظيفة الأساسية هي وظيفة مؤامراتية بامتياز هو جوهر الدين والمؤامرة أصلاً المؤامرة ليس بالمعنى السلبي ربما المؤامرة فيها جانب إيجابي فعندما أتحدث بكلمة المؤامرة أرجو أزاحة الفكرة الشائعة عن هذا المفهوم فبالتالي يجب أن لا نتحسس من هذه العبارة بسبب أرضها الإعلامي في القرن الأشرين خاصة وكانت هذه الكلمة أساسية لكل حكام ذلك الزمان من صدام السين إلى جمال عبد الناصر إلى جميع العقائديين في ذلك الزمان وما زالوا هؤلاء موجودين مناسبة هذا الكلام هو شخص قال لي على فيديو لي هو اسماً من اعتراضاتي على الدين هذا الحلقة نشرتها قبل سنة تقريباً وبعد ذلك قدمتها قبل شهر تقريباً على ثلاثة أجزاء ممكن يطلع عليها فمن بين التعليقات عليها قال أحدهم قال لي من أنت حتى تعترض على الدين فهذا السؤال الأتراضي أنا أعتبره سؤال خطير جداً ويستحق بالتالي تحليل عميق لماذا؟ لأنه يكشف لأننا عندما نتهم بهذا التهم أو يستزغر من شأننا بهذا الطريقة فهي المسألة ليست الفعالية يجب أن نفكر في سبب الذي قال به هذا الشخص هذا العبارة أو التساؤل لأنه يكشف هذا التساؤل يكشف الطريقة التي يرى هذا المتحدث فيها نفسه وليس الآخر فقط لأن أنفسنا تنعكس على الآخر أو الآخر صورة الآخر لدينا أيضاً تنعكس على أنفسنا العملية التبادلية بالتالي فهذا الدماية تساؤل بها الطريقة فهو يكشف عن نفسه ويكشف عن الطريقة أو الأدات أو الأسلوب أو المنهج الذي يفكر به هذه القضية المهمة يجب أن نكتشف الدماية يحدث أي حوار بين الطرفين علينا في اللحظة الأولى أن نطلع على المنهج الذي يفكر به قبل أن نحاول أن ننفعل ونرد على هذا الطرح الموضوع صاحب هذا السؤال أنه ماذا يقول أنه مستغرب من وجود أحد ما يعترض على الدين الموجود أو الشاعر أنه هكذا أشبه بشخص عاش عمره كله في حضيرة أو سجن أو في مكان مغلق أو في أفق حياتي مغلق أو في جماعة مغلقة ولم يعد يتخيل إمكانية أن يعترض أحد على النظام الذي وضعه وفرضه على هذا السجن أو الحضيرة بالتالي أنه هذا الشخص لا يرى نفسه باعتبارها جزءا مستقلا خاصا به فقط إنما هو كائن منذور للآخرين ومنذوع الهوية والشخصية وبالتالي هو أيضا غير مستعد لأن يفكر ولو للحظة في استعادة هويته وشخصيته المتفردة التي تتميز على الجميع بالتالي هو يستغرب هذا الاعتراض على الدين أو إبداء النقد أو وضع الدين في معرض النقد فهو يعتبر هذه المسألة المحسومة ولا يمكن النقاش فيها بل ولا يمكن التفكير بها معناته إلى أي حد هو هذا الشخص مغيب عن ذاته وعن نفسه وحتى عن المحيط الذي يعيش فيه بالتالي هو شخص بلا شخص بلا شخصية وبلا مضمون وبالتالي هو أيضا شخص مدمن على غيابه مدمن أيضا على عدم حضوره الدائم في أي أفق يوضع فيه إلا أفق الجماعة والقطيع أي أنه لا يعيش ضمن أفق الذات التي ولد ونشأ عليها والتي منحتها له الطبيعة بشكل طبيعي وتلقائي هذا أنا أسميه إدمان أشد وأخطر من الإدمان الكحولي أن تتقصد إذاء نفسك وإلغاء ذاتك وأن تنظر هذه الذات تقدمها هدية وقربان للقطيع هذا شيء كان قديما شيئا له قيمة وله مبرر لكن الآن لم يعد له مبرر بالحقيقة كان القربان مفهوم القربان عند إعتراض عليه أنه ليس تقديم الدبائح ويقولون أن توقفت الأديان الدين الإبراهيمي أتى وأوقف عملية التضحية بالبشر والأطفال من أجل الإله وأستعاض عنها بالحيوانات أنا أقول لا بالعكس بالعكس هو تقدم الجماعة بأكملها قربان لهذا الإله وممكن تضحية بأي شخص فعلا نحن نرى الآن كل البشر كل المؤمنين هم عبيد يعني أنا ما أعرف كيف واحد يفتخر بأنه عبد يعني لا أستعوب هذا المسألة كيف أنت تفتخر بعبودتك؟ المجرد أنه يوميا يلقون في أذنك هذه الأبارة وتفتخر بأنك عبده وعبد دليل ونفس الأمارة وأنه أن الإنسان عبد لشهواته يقول لك بدل ما تكون عبد لشهواتك كن عبد لإلهك لا بالعكس ليش ما أكون عبد للشهواتك؟ ما هي المشكلة يعني؟ أكون عبد وأتعقل مع شهواتي وأحاول أن أرتقي بهذه الشهوات وهذه الغراج للمسألة طبيعية بدون شهوات الإنسان يموت يعني كيف تعيش إذا أنت تخلص ودقاهم شهواتك؟ فمسألة هذه الطلب السخيفة أو المبرر السخيف لإعتراض على شهواتنا بالتالي أنا أقول أن هذا الشخص من هذا النوع اللي يفكر بأنه لا يجوز الإعتراض على الدين أو لا يجوز الإعتراض على القيم السائدة في المجتمع أنا أعتبر هذا الشخص مريض ومصاب بالإدمان ويجب أن يعالج ويدقل في مستشفيات الإدمان الديني وإندي حلقة عن الإدمان الديني بالتالي هذا الشخص يجب أن يتوقف عن احتساء الأبارات الدينية والموائض الدينية المكرورة المتكررة يومياً لأنها هي هذه المادة المسكرة التي يعتاش عليها يومياً ويجب بالتالي ومن ضمنها الفرائض اليومية والصلوات يعني الفعالية لا بأس خلي صلي لكنه هذا اللي تحولت إلى مرض ويجب ويحتاج أن يحتسي هذا الغذاء الإدماني يومياً أصبح هو الغذاء الروحي مثل ما يصبح الخمر هو الغذاء البديل للطعام لدى المدمنين مع هذا هناك يكون مشكلة لا بد الإشارة لها ويأن الإنسان تبقى إلى مهما حاول تبقى فرديته وخصوصته موجودة وهذه الفرديل دائماً شكل مشكل للرجال الدين والرجال السلطة الذين يطمحون لإنفاذ أمرهم على الناس أجمعين فما العمل؟ العمل أنه تسليم أمره لغيره يعني الإنسان عندها فرديته يشعر بها حتى يتخلص منها بسبب ضغط الاجتماعي وضغط الديني والمجتمع والخطاب الديني والظروف اللي يشبهها يضطر إلى تسليم أمره لغيره وبالتالي تبقى هذه الذات تابعة من قادة مركوبة ومستعدة لأن يضحها بها في أي خلاف أو معركة وبالتالي تفانى هذه الذات تفانى في إبداء التعصب والعصبية إزاء الآخرين ومستعدة للفعل كل شيء هذا طبعاً هو مرحب به هذا الفعل العنيف العاطفي الأدواني هذا مرحب من قبل هذه الجماعة أو حتى من قبل الذات المستلبة نفسها يعني لا أقصد الذات المستلبة بالتعبير الماركس بس أقصد الذات التي تم إلغاءها أصلاً ووضح الفكرة جوزي اختلطت عليكم أقول إنه هذا إنسان يأدى فرديته الخاصة وخصوصيته مهما حاول تبقى فكيف يمكن السيطرة عليها أو هو كيف يمكن أن يتخلص من الضغط الاجتماعي اللي حوله يقوم بتسليم أمره يسلم أمره يعني مثل واحد متهم متهم بأن ذاته سيئة ونفسه أماره بالسوء يجب أن يسلم أمره يعني يستسلم معنى الإسلام هو هذا أنه أنت شخص متهم ومتهم بنفسك ولديك جريمة تحمل جريمة اسمها نفسك وذاتك هذا الجريمة وهذا النفس أماره بالسوء فيجب أن تسلمها أن تجري أن تقوم بتسليمها لصاحب الأمر والذي هو وكيل الله على الأرض فتسلم هذه الذات حتى تجير هذا الذات وتبقى تابعة من قادة مركوبة كما قلت ومستعدة للتضحية بها في أي لحظة الجماعة التي تتقبل هذا التضحية من الذات هي ذات ليست مستلبة لكن بحسب ماركس كما قلت بل هي هذه الذات أصبحت ملغات تماما فهذا يعني نوع من الترف أنه عندما أصبحت الذات مستلبة في العهد في قرن التاسع عشر بالنسبة لماركس وبسبب الانتاج الرئيس مالي نمط الانتاج الرئيس مالي فبالعكس إحنا الذات ملغية أصلا وبالتالي لما تبقت من هذه الذات سيبقى متشوق لماذا؟ للتضحية بنفسها من أجل الجماعة التي أدمنت الانتماء إليها طبعا هذا الانتماء لهذا الدين يكشف حقيقة الدين التوحيدي الجوهرية وهي أن هذا الدين وضعه وصممه خصيصا لكي لا تتاح الفرصة لأي أحد أن يعترض هنا سر نجاح هذا الدين لأنه يجمع الأسوأ ما في المجتمع من نماذج أدوانية ويجيرها لصالحه وبثل ما الآن مثلا الحرس الثور في إيران الميليشيات في العراق أكو دائما تجد مجموعة من المتمردين مثل الزرقاوي وهو كان مدمن وشخص مجرم وجد الدين أفضل متنفس له لكي يمارس العنف بأفضل أشكاله والعنف الذي يصفق له يعني يصفقون له ويمارس أدوانيته موجودة داخله بالكامل وبالوقت نفسه هو متدين وإنسان تقي وينهى للثناء من قبل المجتمع فلا يوجد أحلام من هذا أنا عندي حلقة أدعو لمشاهدة حلقة شوية عميقة أنه العنف هو أصل الدين وليس الدين أصل العنف وفيها إشكال فيها طرح جديد مختلف عن التساءل تقريبا أنا قلت بأن هذا القضية تنبئ أو تكشف حقيقة الدين التوحيدي الجوهرية أو أي دين شمولي وهي أن هذا الدين وضع خصيصا لكي لا تتاح للفرصة لأي أحد أن يعترض بمعنى هذا يدعونا إلى أن نكتشف هذا اللي يعتبره اكتشاف خطير جدا واكتشاف دائما تتم مواراته بعبر ألف كذبة وكذبة والدعاء وخداع لأنه أي دين وعبارة عن آجيولوجيا والآجيولوجيا لا تقوم إلا على مبدئين أساسيين برأيه وهي هما الشمولية والخداع والشمولية والخداع هما أساس أي آجيولوجيا وخاصة آجيولوجيا الدينية التوحيدية وهو خداع يستمرئه المتدين ويصبح طبيعة متأصلة في داخله بسبب التكرار المستمر على آذانه عبر الصلوات والنشاطات الدينية فيتحول الكذب إلى سليقة يمارسها بشكل طبيعي وأيضا يمارس هذه الأدوانية بشكل يبدو طبيعي لكنه وحتى عندما يكتشف الأمر لا يستطيع التراجل لأنه تورطه يعني غاصة إلى أبعد حدود داخل الأفق أو المناخل المخادئ والكاذب والمزيف والوهمي فلا يستطيع الخروج أشبه بشخص أدمن على شيء وهو مسألة إدمان بالضبط فأنت لا تستطيع أنه تنكر إدمانك وحتى إذا أنت تحاول فأنت دخلت تورطت بعد ذلك من الصعب عليك العودة وحتى لو فعلت هذا فعلى حساب خسائر هائلة على صعيد المجتمع على صعيد الشخص الذات على صعيد الاقتصادي على جميع المستوات أنت ستختار خسارة هائلة وهذا هو الخدع الجزء الثاني من موضوع الشمولية والخدع أنه أنت يخدعك ويورطك وبعد ذلك يقول لك يتب راحتك يعني يقول لك لكم دينكم وليا ديني ولكن بعد ماذا؟ بعد أن تم غسل دماغك وعلى مدى عقود هذا أمر هذا جزء من الخدع نقول لك أنا ليس يعني أنا أنا ما جاب راك تتدين أو لا تدين لا أكرهها في الدين لكنه بالحقيقة ما الذي حدث حدث هو عن طريق الفقهاء خاصة بالعهد العباسي كانوا من الذكاء والمهارة بحيث فطنوا إلى هذه الطريقة في تجين الناس وتحويل هذا التجين إلى طبيعة راسخة داخلهم لكنها طبيعة مزيفة يعني كما أثبت العصر الحديث وعليه فإن الاكتشاف الخطير اللي أتحدث عنه والتي تتم مواراته باستمرار وعبر ألف كذبة وكذبة وبدون كلل هو أن الهدف الاكتشاف هذا أنه الهدف من الدين موضوع سلفا ماذا أقصد بهذا؟ أقصد بأن الدي أن البداية لم تنطلق من الدين أن الدين ليس هو الحاجة إنما هو الهدف الذي صمم الدين خصيصا لتنفيذ أو معنى آخر أن الهدف من الدين هو موضوع موضوع سلفا أي أن البداية لم تنطلق من الدين إنما من الهدف الذي صمم الدين خصيصا لتنفيذه أي أنه لدينا هدف هو التحكم بالناس والسيطرة عليهم تم اختراع الدين لكي يحقق هذا الهدف أي أن الدين هو وسيلة وليس غاية معنى أن الدين أن ما نسميه دين بعبارة أوضح أن ما نسميه دين هو المؤامرة وليس جهة تتعرض لمؤامرة وهذا أيضا يعني كلام ممكن أنا أتحدى أي واحد يعني أكره كلمة التحدي لكن أنا أدعو أي واحد ينكر أنه هذه القضية حقيقية وهذا واضح من خلال تحليلنا مجرد تحليلنا تحليل بسيط لنشاط أي حركة دعاوية دينية ليس الآن وليس من زمن الرسول وليس من لحظة الأيام اليهودي الحركات اليهودية بالقرن الرابع والخامس قبل الميلاد وحتى يومنا والمسيحية والمانوية والقديس بولوس كان يتحدث يقول له هنا كان موجود أعتقد مدينة قريبة على الترسول يقول له سنذهب لاستياد مؤمنين يعني لاستياد مؤمنين تلاحظ العبارة التجارة كانت هي تجارة تبشير كلمة تجارة هي كلمة تبشير يعني تجارة يعني بيء وشراء وكسب أتباع وتلاحظون الآن أنه إمام جامع في منطقة هو معادي لجامع الآخر لأنه منافس له القصد أنه هذا الأبارات أنه على مستوى رجال دين بسطاء يخضون مؤامرات يومية فيما بينهم فكيف الحال بالكبار رجال الدين والذين المتحالفين مع رجال السلطة والمال والثروة هذه القضية اللي لابد أن ننتبه لها يعني بل أنه حتى يعني حتى عمليات التظلم والدينية المستمرة هي جزء من المؤامرة أنه ضربني وبكه وسبقني واشتكه لكنه لا يشعر لأنه متحيز لا يستطيع هو متحيز لا يستطيع أن يدرك أنه هو عين على الخارج رغبت أن يستولي على الخارج يستولي على كل شخص يعترض عليه أو أو يلغيه أو يحيده أو يجزه يفعل به ما يشاء يشوهه يعني أنا لاحظ حتى بالتعليقات أدي بالقناة يحاول يشوهك قلتك من أنت ويترك الموضوع الذي يتحدث عنه أنت هو نفس الشخص هذا من تكون حتى تعترض على الدين من خلال فكرة أن الدين هو المؤامرة وهذا ليس فيها إساءة لا بأس هو حتى الدين نفس عندما تقرون نصوصها الأصلية قلت الحرب خدعة فما عنده مشكلة الدين يعني هو صريح بهذه المسألة عندما تعم يقول أكتر أمضي أبعد في الموضوع وأقول أن فكرة الإله نفسها هي مؤامرة كبرى على البشرية جمعاء يعني لا بد أن نأترف بهذه المسألة الأكبر مؤامرة تعرض لها البشرية هي طرح فكرة الإله ولهذا السبب نجد أن فكرة الإله هي دائما يقف خلفها رجال الدين ورجال السلطة ورجال يعني والأولياء الأمور أو من يعتبرون أنفسهم أولاء الأمور هو فكرة يعني كانت لا أقول أنها فكرة سلبية جدا فكرة ضرورية كان ممكن لأن إنسان كان صعب يبقى لا بد من يعترف بهذه المسألة لكن الآن لم يعد هذا قابلا للتطبيق لأن لدينا بدائل كثيرة لم يعد نظام العقوبات الذي وضعته لجان نظام التجين واحتقار الإنسان وتدمير الشخصية لصالح الجماعة هذا لم تعد ممكن لأنه البشر تقدموا وباتوا يستطيعون جعل الإنسان أكثر تحضرا وأكثر تمدنا وأكثر أخلاقية أخلاقا وهذا حصل فعلا يعني ليست مسألة النظريات إنما عندما تشوف الدول الغربية الشعوب الغربية الشعوب من على أرقى يعني في أرقى أشكال الأخلاق والتعامل الإنساني حتى مع الحيوانات مع النباتات مع كل شيء وهذه مسألة انتشرت بالعالم كلها من اليابانيين الصينيين فالمسألة الآن بدأت يعني من العار الإنسان الآن أن يمارس قضايا عنصرية ضد الآخرين أو يقول أنت دينك كذا وأنا دي كذا صارت مسألة الاحترام الآخرين والسلوك الحسن هي مسائلها علاقة بشعور الإنسان بإنسانيتها وليس بشعورها بالواجب الإنساني الذي لا يطلب مقابل إنما يمارسها بشكل نابأ من تحضرة ووعية لنفسه ولذاته واحترام لهذه الذات أنا عندما أحترمك لا أحترمك فقط لأنني لأنك محترم لا لأنني أحترم نفسي أيضا لأن هذا واجب أن أحترمك وأن بالتالي المسألة لا لا تطلب مقابل فإنسان عندك جزء من السلوك العام هذا الوحدة راح انتشر بالمجتمع بأكمله وبعد ذلك سير مجتمع مجتمع متحضر حقيقي يحترم بعضه بعضا وعليه فأن فكرة فكرة الإله المهيمن الذي يستعير أو يختط شرعيته الرجال الدين ورجال السلطة ويأمرون ويقتلون ويذبحون ويسلبون وينهبون بإسمها هي هذه المؤامرة الكبرى على البشرية جمعا ويجب أن يتم تنظيف وتنزيه فكرة الله عن يعني تعفير وجهها بوجه الدولة والدين ورجال الدين يجب أن تبرئت الله من كل الجرائم التي التي ألصقت به فأكثر شيء أكثر شيء تعرض للطعن هو هذا الإله الذي الله الذي نسبح بإسمه لكن بالحقيقة نحن نسبح بأشياء أخرى كثيرة جدا آخرها هو هذا الله نفسه على كل حال هذا المؤامرة الإله الديني إله الدولة إله رجل الدين جميع الرجال الدين من كبيرهم إلى صعيرهم طبعا وحتى الأنبياء من ضمنهم مع احترامنا للألقاب والأسماء نحن الآن في معرض تفكير وليس معرض تبجير وتملق لا نحن يجب أن نكون صرحة ونتحدث ويعني هذا رأي مردود ممكن الرد عليه بألف طريقة لا بأس وأن مستعدة رازعة لا عندي مشكلة المهم فكرة الله هي فكرة هي المؤامرة الكبرى على البشر الجمعاء وهذا المؤامرة لم تستطع البشرية أغلب البشر الآن التخلص من شرها حتى خاصة الدول العربية صديقة فريدة تقول صديقة صديقة المتابعات جدا للقناة ولديها آراء دائما احترمها جدا قالت ما ألاقت رجال الدين بالخالق لماذا يقفون بيننا وبينها بما معناها يعني قلت هو هنا الفكرة يعني أنه الجواب لأن يعني ليش نحن دائما نقول أنه نجرد رجل الدين من الخالق عندما نحشر في الزاوية نقول لا هذا الخالق لا يمثلون الدين أو لا يمثلون الله الله شيء مختلف ونحن لا نحتاج رجال الدين والبعض يجي يشوفوا الحلول يعني مساكين الناس مساكين والله الضغط الديني المرعب على الناس وبتعاون مع الدولة والسلطة والشغل شغل ليل ونهار وتلقائهم موجودين في كل مكان وكل شارع فأنت حتى تخلص من هذا الضغط ما لا تفعل ما عندك غير هذه الحلول الصغيرة والله ما لهم علاقة بالدين هؤلاء لا يمثل الدين هو نفس رجل الدين قلت الآخرين لا يمثل الرجل الدين يعني هي اللعبة لكل الكلام الأجوف الفارق التعفه وكأننا نريد أن نقضي الوقت فقط بهذه وتلك ولا نواجه الحقيقة على كل حال ما قالته الصديقة أنه لا علاقة بين الرجل الدين والله أو الخالق الجواب هذا كلام غير صحيح برأيه لأنه الخالق هو من اختراع رجال الدين يعني هو اختراع بنسبة مية بالمية شوفوا مية بالرجال الدين يعني الصنعة خصيصا للرجال الدين هو هم أصلا هو هذا الإله نفسه أي إله هو يوضع ويصنف يعني يتم تفصيله وخياطه بطريقة التي يراها ملائمة الرجال الدين والحقيقة هي هاي راسقة نحن لا نعرف الله إلا عن طريق رجال الدين لو من أين نعرف ما هناك طريقة آخر يعني لا تجد إله لم يتحدد عن رجال الدين وطلعوا بعض المتصوفين قالوا لا هذا الإله غير شكل وقتلوهم وذبحوهم وصفوهم لأنهم يشوهون يعني يخربون الشغل بمعنى المعاني فبالتالي هذا الإله هو من صناعة رجال الدين وهو وجد فقط لتمرير وتبرير أعمالهم وهي وأهدافهم وهي السيطرة على البشر وتحويل الجميع إلى قطيع مطيع وهذه هي خلاصة الموضوع عليه القول ما علاقت رجال الدين بالخالق هذا جزء من الكذبة لماذا لأننا أصلا اعترفنا بوجود خالق مجرد الاعتراف بالخالق هو يمنحهم الشرعية هنا ماذا يحدث يصبح المؤترض عليهم يعني يحولون من يعترض عليهم هو كأنما اعتراض على الخالق كيف لأنهم يعاولون على الجهل والغباء البشري المختلط والوحشية وشهوة ممارسة سلوك أدواني موجودة يعني هذا السلوك الأدواني هذه الشهوة موجودة أدل أغلبية البشر هي موجودة ضمن الطبيعة البشري الإنسان ما زال كأن ناقص ليس بالإنسان مكتمل ولديه رغبات أدوانية واستحواذية موجودة وجزء من طبيعته وحتى جزء من حاشته البيولوجية إذا ما عنده رغب الاستحواذ على الآخرين وما عنده شوية طمع فكيف يعيش لا يمكن أن يعيش بالتالي هذا استغلال هذه الشهوة أدل الأطراف أو الجهات التي بالغت العنف مثل ما ذكرت مثال الزرقاوي وبلادين وغيرهم وغيرهم هذا هؤلاء هم الذين يفرضون سطوتهم على الآخرين ومن يعني شكلوا الميليشيات تابعة لرجال الدين وهذه الميليشيات هي التي تتولى تصفيت كل من يعترض بطرق أدى أما قطع أرزاق أو تشويه سمعة وحتى عمليات اختيالات يعني حتى الرسول كريم قام بعملات اختيالات وكان يعني سياسيا مقبولة لأنه رجل الريدي ابن دولة فالدولة لا تبنى بالكلام اللطيف فقط الخلاصة هنا عندما نعرف العلاقة بين الدين والرجل الريدي نفهم عبارة الدين الصحيح وما هو المقصود بها وهي هذا لازم نفكر به الدين الصحيح هو أن يحسن العبد القيام بواجبات الطاعة هذا هو الدين الصحيح فعدما يتحدث لك يعني شو بالنهاية ماذا تريد أن تقول أنه الدين الصحيح هو أن تصبح عبدا جيدا عبدا صالحا والصالح العلاقة بالعمل الصالح ما هو الصالح الصالح مول الإنسان جيد بالمجتمع لا الصالح هو الذي يؤدي الفرائض ويؤدي واجبات الطاعة التي هي الصلاة والصوم بالمعنى الإسلامي وبالمعنى المسيحي الفرائض أخرى بالتالي مشكلة الدين الصحيح الكبرى تصبح في كيفية ضمان الطاعة المطلقة للعبد وليس تقليل نسبة الطاعة والواجبات الملقاة عليه يعني الدين المفوض الآن يفك شوية يقل لا هو يزيد يزيد الطاعات وكذا ويتحول يدخل معاك من اللحظة التي تصحف بها من النوم إلى أن تنام وحتى من تنام يقول لك لا أنت لازم تنام يعني من جهة القلب على تكتدي بالرسول كيف كان ينام فأنا فأنا أقول بالخلاصة أن كشف الأخير الذي تحدثت عنه هو أعتبر بالغ الخطورة وقابل لأن يستثمر ويعاد التفكير به واكتشاف الكثير من يعني ما يخفيه هذا إحنا وصلنا للقاع لكن تحت القاع أكو أخرى أكثر وعمق بكثير الأخطر شنو اللي أقول أنه أخطر أنه يبدو هذا الكشف بديهي للأغلبية والسبب هو شدة التلقين والتكرار والتعاود على أداء هذه الفرائض والعبادات الكارثية نقطة أخرى وهي أقول وهي أن من يعترض يعترض على من لديه رأي في موضوع الدين وهذا الموضوع يحيل إلى أنه هذا الشخص لا يرى نفسه بنفسه إنما يرى يرى الجماعة كما تراه هي ويحاول دائما أن ينساق مع الجماعة ويضمن حضوظه معها أختم ما أقول عبارة أنه الشيطان هو لو شوية بعيدة تبدو عنها أنه الشيطان هو المصمم الذكي وليس الله الله الحقيقي بالتالي هو داخل النفس وليس خارجها هذا الإله الذي يتحدثون عنه الذي يسيطر على الكون هو داخل النفس وبالتالي من المستحيل أن يكون الله هو خالق هذا الكون السيء على العكس هذا الخالق هو الذي يقاوم من وضعه في هذا المأزق التاريخ كما أعتقد مليء بالكلام عن دلائل وجود الله بالحقيقة هذا الكلام عن هذا الدلائل هو بحث عن دلائل وجود الشيطان من يسعى لوجود دلائل على وجود الله هو بحقيقة يسعى لوجود الشيطان وأقول لو كان للشيطان قدرة على ابتكار عام أسوأ عالم أسوأ لما وجد عالم أسوأ من هذا العالم العالم هذا سيء بماذا يفتخرون يقولون هناك تصليم جيد على هذا الأساس الله بالتالي هو كائن مؤتقل وهو كائن يحلم به البشر كنوع من الحل لمواجهة سطوة الشيطان وموثله الكبار وهم رجال الدين ورجال السلطة وأقول لأننا متحيزون للإله الذي فينا لا نستطيع بالنتيجة التنكر إلا أن نتنكر للشيطان الذي خارجنا أي في هذا العالم البشع القاسي الذي نعاني ونكابد الأمرين منه بالتالي يصبح الإنسان هو المكان الوحيد لظهور الله بل أن الإنسان هو آخر فرصة متاحة لوجود إله حقيقي غير أن هذا الإنسان ما زال يعتقد أن هذا الإله هو الشيطان وليس العكس يعني أدعو لأعادة السماء هذا الأبارات حتى تتعكدون من المعنى حتى لا أطول الفيديو أتساعد هنا الآن كيف انقلبت الأدوار السبب يعود إلى صعوبة الانتصار لإله الوجداني داخلنا أو فينا يجب بالتالي التملق لشروط العالم الخارجي واتباعها ما هو الذي حصل؟ تجد رجال الدين يصرخون وهم طبعا أتباع الشيطان الشيطان الذي يسمى إله وهؤلاء هم أكبر ممثليه يقولون عليكم طاعة الله وهذا طبعا ما يصرح به لسانهم عما يدهم وسلوكهم فترفع في الوقت نفسه أخطر وأقصى وأحد سيوف الشياطين لكل من يعصي أمرهم فهل هناك شيطانية أكبر من هذه؟ شكرا جزيلا وآسف على طالع مع السلامة